اشتركوا في القناة 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 إذن داخل هذه الواسطين سوف نزرع خلية خميرة البيرة فنلاحظ المراحلة التالية أنه يحصل تكاتر علش عدنا التكاتر دل هذه الخلية لأنه ألقات المادة دل التغذية ألقات الأكسجين فتم تكاترها وهو مسألة طبيعية لأنها عبارة عن كائن حي وسوف نأخذ إحدى هذه الخلايا دل خميرة البيرة المتكاترة فكلقوا فيها مجموعة من المكونات مكون أساسي ومهم جداً اللي عندنا اللي هو النوات عندنا المنطقة اللي كتبان بأنها شفافة هنا وهي الفجوة ثم عندنا بعض العضيات الصغيرة اللي هي سوداء هنا والتي نسميها بميتو كوندري أو ميتو كوندرية إذن عندنا مجموعة من الميتو كوندريات على هذا المستوى فكتلاحظوا عندنا عدد كبير نسبياً من الميتو كوندريات كما أن حجمها كبير وهذا هو الذي يمكننا من ملاحظتها بشكل جيد هذه الميتو كوندريات هي توجد داخل السيتو بلازم وهذا السيتو بلازم كما قلنا سابقاً فإلا حيثنا منه الميتو كوندريات وجميع العضيات الأخرى فسنحصل على سائل شفاف الذي نسميه الجبلة الشفافة فرسية نسميها الهيالو بلازم إذن الجبلة الشفافة ما هي إلا سيتو بلازم زونا منه البنيات الموجودة داخلها وفحل صفيناها من هذه البنيات هذا داخل الوسط الحي هوائي داخل الوسط الحي لا هوائي أيضاً كنت لاحظوا بأن عندنا تكاتر دي هذه الخلايا دي الخميرة البيرة بنفس الطريقة لكن إلا لاحظنا هناك فرق بين الاثنين فيما يتعلق بهذا التكاتر هنا تكاتر لهو قوي أو كبير وهنا تكاتر عندنا كيف هو ضعيف لأن عدد الخلايا اللي عندنا هنا هو محدود فإلا اعتبرنا أننا درنا هذه التجربة في نفس المدة الزمنية فيمكن أن نستنتج بأنه في الأوسط الحي هوائي عندنا تكاتر كبير للخلايا وفي الأوسط الحي لا هوائية عندنا تكاتر ضعيف لهذه الخلايا هذا بطبيعة الحل سببه لن نقلبه على السبب خاصنا نقلبه على الاختلاف ما هو الاختلاف الوحيد الذي عندنا هو تواجد الأكسجين هنا وعدم تواجد الأكسجين في التجربة الثانية أو في الجزء الثاني من التجربة باقي المكونات هي نفسها في الوسطين عندنا خلايا خميرة في الوسطين عندنا جزئة القليكوز وهي المستقل الطاقي الأصلي والاختلاف الوحيد كما قلنا هو وجود أو غياب الأكسجين وهو ما يؤثر على النتيجة للقينها ونمشي نأخذ أيضا خلية من الخلايا المتكاترة ونضر لها الدراسة ونشوف المقارنة بين الحالة دي الخلية في الوسطين هنا ما زال عندنا النوات ما زال عندنا السيتوبلازم والجبلة الشفافة ولكن لاحظوا هذه البنيات لسمينها ميتوكوندريات فما كتبانش هنا هي موجودة ولكنها صغيرة جدا هي البنيات الصغيرة اللي عندنا هنا فنقول بأنها ضامرة بمعنى أنها صغيرة الحجم جدا كما أن عددها كيف هو قليل جدا بالمقارنة مع الحالة السابقة دي الوسط الحي هوائي إذن الخلية في الوسطين تحتفظ بنفس المكونات وبنفس البنيات الموجودة لكن مع اختلاف وهو أن الميتوكوندريات في الوسط الحي هوائي تكون كبيرة العدد ونامية بمعنى أنها ذات حجم لهو كبير بينما في الوسط الحي لا هوائي فتكون ضامرة وقليلة العدد ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن الميتوكوندريات لا تكون وظيفية بمعنى لا تعمل إلا في الوسط الحي هوائي بينما أنها تكون لا وظيفية في الوسط الحي لا هوائي إذن ما هي البنيات المسؤولة عن تحرير الطاقة في وسط حي هوائي؟ عندنا أهم شيء هو الميتوكوندريات ولكن ربما هذا لا يتضيح من خلال هذه التجربة أنه هناك مكونة أخرى داخل السيتوبلازم أو داخل الجبلة الشفافة التي تعمل على بداية هدم الجليكوز وهذا طبيعي ومنطقي لأن الجليكوز اللي أعطينا للخلايا في الأصل وضعناه خارج هذه الخلايا ثم دخل إلى داخل كل خلية على حدة بطبيعة حالي كي يصل إلى الميتوكوندريات الموجودة داخل الجبلة الشفافة فخصوا ضروري يدوز عندنا من الجبلة الشفافة قبل ما يوصل إلى الميتوكوندريات إذن هناك تفاعلات ما تحصل داخل الجبلة الشفافة قبل ما يوصل عندنا الجليكوز إلى الميتوكوندريات شنو اللي غي أكد لنا هذا الاستنتاج وهو هذه الحالة لكي تتكاتر هذه الخلايا شنو خصها خصها مواد التغذية لهي الجليكوز إلى القيناة أن الميتوكوندريات داخل الوساط الحي لهوائي هي غير وظيفة بمعنى أنها موجودة ولكنها لا تعمل فدعني بأنها مبقاش عندها دور في تحرير الطاقة داخل الأوساط الحي لهوائية ولكن مع هذا فإن هذه الخلايا تحرر الطاقة طلاقا من المادة العضوية ممثلة بجزئات الجليكوز لوضعناها في الوسط إذن في هذه الحالة هذا يؤكد بأن هناك تفاعلات ما داخل الجبلة الشفافة هدفها هو تحرير الطاقة الموجودة داخل جزئات الجليكوز بدون الحاجة إلى الميتوكوندريات وهذاكي خلينا نستنتج بأنه في الوسط الحي هوائي خصنا تفاعلات تحدث على مستوى الجبلة الشفافة من جهة ثم خصنا تفاعلات تحدث على مستوى الميتوكوندري بينما هنا خصنا فقط تفاعلات تحدث على مستوى الجبلة الشفافة فقط وهو ما يميز الوسط الحي لهوائي إذن في الوسط الحي هوائي قلنا الظاهرة هي التنفس بينما في الوسط الحي لهوائي الظاهرة هي ماذا؟ هي التخمر ولرجعت الفيديو السابقة كان نشفنا بأن التخمر فيه نوعين إما تخمر لبني أو تخمر كحولي بشغن ميزو بيناتهم بسيط جدا وهو أن التخمر لبني على اسمنا لبني لأنه ينتج في النهاية ديالتفاعل الحمض اللبني بينما التخمر الكحولي فهو ينتج في نهاية التفاعل الكحول ماذا بأنك تكلموا على تفاعلات مسؤولة عن تحرير الطاقة فخصنا نتكلموا كيميائيا بمعنى أننا في الأخير ممكن أن نضع تفاعل بالنفس الطريقة التي تشوفها في الكيميا فلهذا الغرض سوف نقوم بقياس بعض المعايير التي تميز كل وسط على حدة مجموعة من المعايير في الوسط الحي هوائي ومجموعة أيضا من المعايير في الوسط الحي لهوائي في الوسط حي هوائي سوف نشوفوا تطور دي العدد الخلايا ثم تطور دي السيسيس أجدوز أوسيس وخاصةكم هذه سعقلوا عليه لأنها هي جزئة الغليكوز ثم عندنا معيار آخر وهو تطور دي التركيز الأكسيجين بالوسط ننسوش بأن هذا الوسط فيه أكسيجين والوسط الثاني ما فيش أكسيجين وهذا هو اللي كيميز الوسط الحي هوائي عن اللاهوائي ثم غير القواب بالنسبة لعدد الخلايا هناك تكاثر كما قلنا كبير بالنسبة لسيسيس أجدوز أوسيس هناك تناقص ما هو السبب السبب هو أن الخلايا قامت باستهلاكه الأكسيجين في نظر كيف يوقع عليه يجب أن يتناقص لأنه بدون أكسيجين هذه الخلايا في هذا الوسط لا يمكن أن تحرر الطاقة ولا يمكن أن تتطور إذن إلاخدنا السيسيس أجدوز أوسيس وأوسيس نعتبرها متفاعلات بينما الآن ستلاحظوا بأن هناك مكونات جديدة تظهر داخل الوسط في نهاية التجربة وهي تنائي أكسيد الكربون وأيضا جزئة الماء ما سنسميه هذا الجوج فهي عبارة عن نواتج إذن لا أريد أن نكتب التفاعل الآن فهناك متفاعلات يكفي أن نضع سيسيس أجدوز أوسيس زائد أو دو كتعطينا سي أو دو زائد أجدوزو وموازنة التفاعل ما ننسوش أيضا بأنه من بين النواتج أهم شيء عندنا هو مدى هو الطاقة إذا مشنا الآن الوسط الحي لا هوائي نمشي غنضر سو تطور عدد الخلايا وتطور سيسيس أجدوز أوسيس ثم غلقوا بأن عدد الخلايا هذه الخلايا تتكاثر لكن بعدد قليل جدا مقارنة مع الحالة للوسط حي هو يعبر عنها طول دل هاتسهم لهو أصغر من الحالة السابقة بينما سيسيس أجدوز أوسيس هناك تناقص داخله وبالتالي فهنا ما عدناش أكسيجين إذن عدنا هنا متفاعل واحد لهو سيسيس أجدوز أوسيس بينما في النواتج كتبان عدنا نواتج جديدة لهيه أولا عندنا سي أو دو تنايوكسيد الكاربون وعندنا أيضا سي دو أج سنك أو أش لهيه الإيطانون مدام هذ المكوهي الإثنين لم يكن موجودين في بداية التجربة نعتبرهما نواتج وبالتالي بالإمكان كتابة تفاعل ديال التخمور في الحالة بالطريقة سي سيسيس أجدوز أوسيس يعطي سي أو دو زائد سي دو أش سنك أو أش مع موازنة تفاعل ومن سوشنا أيضا أن الهدف ديالاتشي كامل هو إنتاج الطاقة إذن سواء تعلق الأمر بوسط حي هوائي أو وسط حي لهوائي فإن الخلية البيرة أو الكائنة الحية بصفة عامة خلاياها تقوم بأول تفاعل في هدم الجليكوز على مستوى التنفس أو على مستوى التخمور نسمي أول تفاعل الذي يبدأ داخل الجبلة الشفافة هدفه هو بداية هدم الجليكوز داخل الجبلة الشفافة نسميه بانحلال الجليكوز انحلال الجليكوز هو مرحلة مشتركة تحدث خلال التنفس وتحدث خلال التخمور مرحلة مشتركة بمعنى أنه إذا وضعنا خلية في وسط حي هوائي فإنها لا تبدأ هدم الجليكوز إلا بواسطة انحلال الجليكوز كمرحلة أولى في الوسط حي لهوائي لا يبدأ التخمور إلا بانحلال الجليكوز أيضا فلهذا نسميها مرحلة مشتركة الآن ملكة سالة عندنا انحلال الجليكوز وهو المرحلة المشتركة فما الذي سيحدث في ما يتعلق بالتنفس أو في الوسط حي هوائي يتطلب استكمال لهذا موجود الميتوكوندريات ما هو الدليل؟ وهو أننا لقينا الميتوكوندريات في الوسط حي هوائي موجودة بكاتر وكتبان عندنا عددها كبير وأيضا هي كبيرة الحجم مما يدل على أنها خدامة بأنها وظيفية بينما في الوسط الحي لا هوائي فينتهي الهدم داخل الجبل الشفافة وما عندهش بالنسبة للتخمور ما عندهش علاقة بالميتوكوندريات ما هو التعليل أو الدليل؟ وهو أن الميتوكوندريات عددها صغير وهي صغيرة الحجم جدا نقول بأنها ضامرة هذا يؤكد بأنها غير وظيفية لا تعمل تحتفظ بها الخلية وهذا يعطينا تساؤل علاش هذه الخلية اللي كنا في وسط حي لهوائي تحتفظ بميتوكوندريات وما كتخدمش بها السبب هو بسيط جدا هو أن هذه الخلية ما يحكمش على دائما أن تكون في وسط حي لهوائي فيقدر تكون عدد تتغير ضروف الوسط واللي عندنا داخل وسط حي هوائي ما ننسو بأنك نتكلم عن نفس أنواع الخلية اللي هي خلية خميرة البيرة فإذا كانت موجودة في وسط حي لهوائي فإنها تحتفظ بالميتوكوندريات رغم أن ما كتخدمش بها لماذا؟ لأنها غير للا الظروف ولت في وسط حي هوائي فبطبيعة الحل تحتاج إلى استعمال الميتوكوندريات ونسأل هنا لماذا لا تبقى لدينا بدون ميتوكوندريات ولا تستهلك لأكسجين لا ننسو بأن في وسط الحي هوائي لقينا بأن عدد الخلايا المتكاثرة كبير جدا بينما عدد الخلايا المتكاثرة في الوسط حي لهوائي بفعل التخمر هو ضعيف ما يعني هذا؟ يعني أن الخلية لا تكره أن الوسط يكون فيه الأكسجين وتخدم ميتوكوندريات ديلها ويطرح أن التكاثر بشكل كبير لأن التنفس هو هدم تام للمادة العضوية وتحرير لكل طاقة الموجودة داخلها بينما التخمر هو هدم غير تام وهذا يؤثر على تكاثر وعلى تطور الخلايا التي تقوم بهذه الظاهرة من بعد ما شفنا بأن انحلال غليكوز هو مرحلة مشتركة بين التنفس والتخمر بمعنى أنه لا يبدأ التنفس إلا بانحلال غليكوز وهو نفس الشيء بالنسبة للتخمر ما هي الآن مراحل انحلال غليكوز؟ ما مطلوب منكم تحفظوا هذه المراحل أو تحفظوا الجزئات التي يستدخل في هذه المراحل المطلوب هو أننا نتعرفوا على التفاعل الإجمالي لإنحلال غليكوز اللي خصنا ضروري أن يكون في البال ونتذكروا بشكل دائم وغير نعطيه في النهاية إذن سنأخذوا خلية حية واللي فيها مجموعة من المكونة طبعا عرفنا هذه هي النواة عرفنا أيضا المنطقة الصفراء اللي عندنا في كل هذه المساحة هي سيتوبلازم اللي قلنا إلي زونا منه البنيات الموجودة داخلها فيصبح ماذا؟ جبلة شفافة بعنسائل شفاف التي تسبح داخله هذه العضيات عدنا هنا مكون أساسي واللي خصكم تذكروا دائما وهو ماذا؟ الميتوكوندريات كجمع الميتوكوندري أو ميتوكوندريا وعندنا مكونات أخرى كجهاج غولجي والشبكة السيتوبلازمية المحببة أو الملساء إلى غير ذلك لا يهمون هنا في المستوى الذي يهمونه هو الجبلة الشفافة والميتوكوندريات قلنا إنحلال غليكوز لا يحتاج إلى ميتوكوندريات لأنه يتم فقط على مستوى الجبلة الشفافة وقد ناخده كتمثيل فقط مجموعة من المكونات أو من الضرات بنون الأسود لو الأسود في الكيميا هو دلي علامة على عنصر الكربون عدنا عناصر أخرى وهي حمض أدينوزين ثم عدنا المجموعة الفوسفاتية بالأحمر إذن عدنا في الأصل مركب كيميا يشحل في من ضرات الكربون في ست ضرات من الكربون هنا عدنا الغشاء السيتوبلازمي للخلية غشاء السيتوبلازمي إذن من قبل الغشاء السيتوبلازمي الوسط اللي عندنا هنا ما دون نسميه هو وسط خارجي للخلية وهنا عدنا الوسط الداخلي وبالضبط هذا الوسط الداخلي هو ماذا؟ هو جبلة شفافة ما هو المركب اللي فيه ست ضرات من الكربون واللي كنعطيه في وسط خارجي ما يمكن يكون إلا جزئات كليكوز سيسيس أجدوز أوسيس إذن هاد الجزئ اللي فيها ست ضرات من الكربون كدخل عندنا لداخل جبلة شفافة أول ما يحدث لها وهي أنها ترتبط بمجموعة فوسفاتية فتصبح جزئ اللي فيها ست ضرات من الكربون مرتبطة بفوسفات ثم الذي سيحصل فيما بعد هو أنه عندنا جزئة فيها حمض أدينوزين وفيها ثلاثة دي المجموعة فوسفاتية إذن شو اللي عندنا؟ أدينوزين كرمزولي أ ثلاثة تي تخي وفوسفات بي إذن هي جزئة أتي بي شنو اللي غي وقعها لجزئة أتي بي وهي أنها سوف تفقد مجموعة فوسفاتية وكتحولنا إلى أ دي بي دي بمعنى دي فوسفات في لمشات هالaddرة اللي كانت عدنا هنا فهي اللي جات عدنا هنا إذن هو تفاعل يؤدي إلى تحويل سي 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 الى سي 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 بي وهاد سي سي بي يدبر لنا على هاد بي انطلاقا من انتزاعها من آتي بي سي 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 بي سوف يرتبط من جديد بمجموعة فوسفاتية جديدة فيصبح PCCP أو CCDP بمعنى في جوجة مجموعة الفوسفاتية بقى عندنا التساؤل هاد P الجديدة من الجهات سوف يجعلنا من نفس الطريقة واحد ATP سوف ينتزع أحد مجموعة الفوسفاتية ويعطينا هاد P هاد المجموعة الفوسفاتية كتابتنا هنا هي اللي دازلت هاد جهة ولا تعطينا PCCP شنو غير يوقع هاد PCCP هو أنه سوف تقسم على جوج سوف أعطينا جوجة الجزئات متماثلة فيها ثلاثة الدرات الكربون سوف يسميها C3 مرتبطة بأحدى المجموعة الفوسفاتية C3P وهنا سوف نتخدمه غير بأحدى الجهتين لأنه ما يحصل على هذا المستوى يحصل على المستوى الثاني لأنه لدينا نفس المراحل في كل جهة ما الذي سيحصل له سوف يتحول إلى PCCP إذن هنا هنا PCCP فتزادة واحد المجموعة الفوسفاتية من نجابها؟ هذه المجموعة الفوسفاتية هي خاصة ما سوف يأخذها في الحالة من ATP بل لدينا واحد PE يتزامن مع التفاعل تفاعل ثاني في جزئة نجاب هي نجابها 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 الآن هذه المجموعة الفوسفاتية التي تجدناها في الجهتين فهي مهمة جداً لماذا؟ لأنك تجعلنا جزئة ATP تتحول إلى ATP وبالتالي ATP عارفين بأنه جزئة طاقية بدنا في تشكيل الطاقة أو استمرنا الآن في تشكيل الطاقة وكي سامر ستخوة مع تغيير في الأسماء وفي الشكل دي الجزئات وما عندنا ندير بالأسماء ديالها ثم عندنا في الأخير سوف نحصل على ستخوة خالصة بدون هذه المجموعات الفوسفاتية وهي اللي كتهمنا وكنسميها حمض البيريفيك وهذا كي خلينا نقسم نحية الجليكوز إلى ثلاث مراحل مرحلة الأولى، الثانية، والثالثة بماذا تتميز كل مرحلة؟ ففي المرحلة اللي سنسميها A لدينا هنا استهلاك ATP ما حالة من ATP تم استهلاكها؟ 1 2 2 ATP هنا ما لدينا؟ لدينا إنتاج في المرحلة الثانية اللي سنسميها المرحلة B إنتاج جوج NADH اللي سنسميها تجاوز NADH دوية في الحقيقة تكتب NADH وعندنا إنتاج جوج ATP إذن هذه المرحلة ما يميزها بالأساس هو إنتاجها لجزئات NADH ثم هنا في المرحلة الأخيرة اللي سنسميها C فعندنا إنتاج كم من ATP جوج ATP إذن هذه المراحل غير باش نعقلوا عليها مرحلة أولى أو المرحلة الجزء الأول من حلال جليكوز عندنا فيه هو جوز مستهلك للطاقة جوج ATP المرحلة B والC فعلا هي منتجة للطاقة لكن المرحلة B هي أكثر إنتاجة للطاقة لأنك أعطينا جوج NADH2 وجوج ATP هذا NADH2 فهي في الحقيقة أكثر حمولة طاقية من ATP وسنعقلوا عليها وسنعودوها بزرد المرحلة لتشدوها كل NADHH كل جزئة واحدة من NADHH تعادل ثلاثة ATP و سيكون مطلوب مننا في الأخير أننا نحسب القيمة الطاقية أو المرضودية الطاقية أو عدد جزئة الطاقية المنتجة في هذه نحية الجليكوز فممكن نحسب أن نطلق من الآن عندنا إنتاج جوج NADH2 إذن أولئت عندنا هي 6 ATP سنعقلوا عليها جوج ATP في هذه المرحلة إذن ما سنعقل أولئتنا من ATP هنا 8 ATP فقط في المرحلة B في المرحلة C عندنا إنتاج جوج ATP في المرحلة A اللي هي العكس ديالهم عندنا استهلاك جوج ATP إذن سنجمعوا شي كامل عندنا 8 ATP منتجة جوج ATP إذن عندنا الإنتاج هو 10 ATP والاستهلاك هو جوج ATP إذن في المحصيلة نحية الجليكوز ينتج 8 ATP اللي فيها جوج ATP وعندنا جوج NADH H بلوس سنحاول نجمعوا شي كامل في الحصيلة وفي الحصيلة عندنا جميع المراحل السابقة اللي شونها وقسمناها إلى ثلاث مراحل وقلنا أنه في الأخير عندنا إنتاج مركبات كيميائية كربونية اللي هي حمد البيريفيك جوج دي الجزئة حمد البيريفيك 1-2 ويقابل واستهلاك جزئة واحدة من الجليكوز ثم أن هناك مجموعة من المتفاعلات اللي تدخل عندنا مع المتفاعل الأصلي اللي هو الجليكوز ومجموعة من النواتج اللي تخرج لنا مع الناتج النهائي اللي هو حمد البيريفيك الآن فإذا قلنا بأن الجليكوز الذي صيغته C6-H2O6 يجب أن تشدها إنحلال هذه الجزئة يعطينا جزئتين حمد البيريفيك للصيغة الكيميائية لو يجب أن تحفظوا هذه إذن في التفاعل الإجمالي لإنحلال الجليكوز ممكن أن ننجزه بطريقتين إما بطريقة تفاعلات مزاوجة أو بطريقة تفاعل خطي التفاعل الخطي هو التفاعل التي تدخل في كيميا بصيغة أو بصفة طبيعية عادية ما لدينا؟ لدينا متفاعلات C6-H2O6 اللي هي قلنا البداية لكل هذه العملية نضيف إليها كل المتفاعلات اللي دخلت منها في التفاعل لدينا 2 PE لدينا 2 PE لدينا PE وحدة هنا وعندنا PE أخرى هنا زائد إثنان ADP اللي دخلوا في التفاعل فإلا قلبنا على ADP هنا سوف نلقوا عندنا ADP وحدة هنا 2 3 4 ولكن هنا غير جوج لأن عندنا هنا إنتاج الجوج 2 ADP إذن 4 دي الADP اللي دخلوا وجوج دي الADP اللي خرجوا ما غير جوج ما غير جوج في المتفاعلات وغير جوج نقصهم من نواتيج 2 RDP غير جوج منذ البداية إذن جوج ناقص 4 غير جوج دي الADP في المتفاعلات وفي النواتيج ما كنش ADP زائد 2 NADP اللي عندنا وحدة هنا وعندنا الثانية هنا هذه هي كل المتفاعلات لك تعطينا 2 CH اللي هي حمد البريفيك اللي رمزنا بP عدنا جوج دي الحمد البريفيك هما اللي هنا واحد اثنان زائد جوج ATP نحن شنو قلنا قلنا بأنه عدنا في الحقيقة إنتاج ربعة ATP فينا هما هوا واحد اثنان ثلاثة أربعة هادو تم إنتاجها ولكن عدنا واحد جوج دخلوا عدنا في المتفاعلات إذن سنقصوا هادو جوج من هادو الربعة شنو غيبقى عدنا غيبقى عدنا غيبقى عدنا جوج دي الATP في النواتج وغنحيدوها من المتفاعلات زائد 2NADH H plus أو 2NADH2 اللي هما اللي عندنا هنا وبالتالي كنكملنا التفاعل الإجمالي الخطي أو بصيغة الخطية دي الإنحلال الآن هذا التفاعل الإجمالي سنحاول أن نقوم بشكل آخر بشكل مزاوج فنأخذ التفاعل الأصلي اللي هو CCS H2O6 بأي جزئات غيبقى سأعطينا جوج دي الجزئات بيريفيك إذن اللي هو هذا التفاعل اللي عندنا من الأعلى إلى الأسفل لكن هذا التفاعل ما كنش غير بوحده كان معه تفاعلات أخرى كتبش معه اللي هي 2PE زائد 2ADP اللي هما اللي كانوا عندنا هنا فقد فقط نبدلوا الطريقة للكتابة 2PE زائد 2ADP أعطتنا هنا 2ADP إذن الآن إذن الآن 2ADP ومعهد التفاعل لدينا 2NAD أعطتنا 2NADH2 أو 2NADH H بلوس هذا كل ما كان يهم هذا الفيديو الخاص بين حلال الجليكوز كان طويل شوية وكانت في مجموعة من التعقيدات ولكن الأساس لدينا هو أنكم تفهموا بأن هذا الشيء ما خصنا نحفظه بل خصنا نعرفه كيفية من حلال الجليكوز وأيضا إمكانية إنجاز هذا التفاعل الإجمالي النهائي إن حلال الجليكوز نركز على أنه يتم خلال التخمر يعني لا يمكن أن يتم التخمر إلا ابتداء من حلال الجليكوز ولا يمكن أن يتم التنفس بدون أيضا المرحلة الأولى اللي هي إنحلال الجليكوز فسميناها مرحلة مشتركة في النهاية كنتمنى هذا الفيديو تكون فاتكم ونلتقي في فيديو مقبلة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم